رح يكون في صافح يعني عن أصالنا صافح عنهم كلهم صافح عنهم فنانين عملك معلومات أكيد مع التنفيذ أو مع وقف التنفيذ يعني بشر مهما كان بشر الأسد مهما كان موقفك منه ما فيك تنكر أنه زكي جدا 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 طيب بالمقالة هايدي مسكور أنه كمان قال أنه الفنان جوجو الصوف قال لست أصالة أنه بدك تقبل حزاء بشال الأسد هل هذا الأمر صحيح؟ وهو كمان قال على الهواء أكتر من هيك شو قال؟ أحد المحطة بأحد المقابلات بس هلأ من قريب أعتذر منه أنا عدى الكلامه لأنه أوامر الرئيس معممي على كل الفنانين أنه هي أختنا وبنت الحبيب وإكسترا وكنت معصي قال أكتر من هيك قال عين ألاف هيرات مربوطة ما حدا فهم وشو هو؟ الكلمة هاي الكلمة اللي قال عنا وهي يعني الصفة يعني؟ من قليل يعني غبي ورشين مني؟ أصالة إيش؟ أستاذ لما أنت بيكون عندك رأي وفاهم وعن بتعارض مثل مثلا كنت أعلوش معارضة يعني ترفع للقبعة كثير من المعارضين الفنانين ما فيه خير ما تحترمهم وتصافحهم وتحطهم بقلبك لأن هولي الناس عندهم رأي مش قابدين تمن الرأي هي بتعتبر أنه أبضى حق معارضة؟ نعم هي هالأدي هالأدي بتقولي هيك بالحرف أنا وقيها قاعدين كتير حكيتها كتير فهمتها حوال فهمتها يعني برأيك موقفها منو عن اقتناع؟ لا لا حرام عن مصلحة؟ ايه طبعا عن مصلحة هيحرم جلدة مش عن اقتناع عن نقبة حرام بس هي بحاجة إلى مال كانت تعمل حفلات وكانت كمان تقدم بعض ريع هذه الحفلات إلى الجيش السوري الحر مش مظبوط مش مظبوطة المعلومة؟ فيك تاخد أي شيء ولا دا فيك تاخد ليون أصلا بس وفيك تصحب قرش من جيبتها اشتركوا في القناة